تفاصيل كتيرة تفضل تحياتي زميل محمد غانم تحياتي لكل السادة المشاهدين هنا من السادة الجيش ببرج العرب ولقاء نادي المصري ونادي غزل المحلة لو تحدثنا في البداية عن نادي المصري نادي المصري بالأمس اختتم تدريبه كان التدريب حوالي استمر 50 دقيقة اجتمل على الخطة اللي هيكود بها كابتن معين الشعبان لمبارات اليوم كان واضح من معلمة أنها خطة هجومية بحتة مع التأمين الدفاعي كابتن معين جاء عقد أكتر من جلسة مع اللاعبين نخرجهم من حالة الحزن اللي بيمر بها الفريق وأيضا حالة الأزمات اللي مر بها الفريق واللاعبين كان بالأمس التدريب شهد حماس كبير من اللاعبين واسرار واضح أن النادر المصري في مبارات اليوم سيكون متغير بشكل كبير عن المبارات الثلاثة والتي انهزم فيها سواء من زمالك أو المقولين وأخيرا نادي الإسماعيلي أيضا كان فيه جلسة مهمة جامعة ما بين اللي وعد الغضبان محافظة بورسعيد وعضاء مجلس إدارة النادر المصري والجهاز الفني للنادر المصري واللاعبين الذين حضروا هنا من برج العرب وتم الاجتماع في ديوان عام محافظة بورسعيد كان واضح تأثر سيادة المحافظة كان هناك رسالة موجهة لللاعبين بأنه حزين من الموقف الأخير وهناك وعد من اللاعبين بتغيير الصورة تماما عما حدث خلال الأسابيع الماضية لو كلمت عن غيابات النادر المصري هناك أحمد مسعود يعني علمت من الكواليس أنه سيعود بعد هذه المباراة للمعسكر هنا في برج العرب وأيضا عمرو موسى الذي ما زاله متأثرا بوفاة والدته وأيضا هناك أحمد الشيخ وإسلام صلاح ودي الغيابات للإصابة وهناك هيسم العيوني لطرده في المباراة الماضية وإسلام عطية وأيضا محمد بلح الذي أجرى عملية أرباط صليب 8 عددته بسلامة الله المصري سيرتدي طاقم أخضر كامل عايزة أقول لك أيضا هناك ستكون هناك دقيقة حداد على أرواح رجال الشرطة وأيضا العميد محمد أبو السعود رئيس الناد الإسماعيلي وأيضا نار الفاجعة التي حدثت بالأمس في مدينة بورسعيد الحادثة التي حدثت في بورسعيد يعني ندعو من الله أن يتغمد الجميع بالرحمة والمغفرة لو تكلمنا عن فريق غزل المحلة كابتن مصطفى عبد في أول لقاء ليه في الدور الممتاز ومواجهة فريق الناد المصري حضر بواحد وعشرين لاعب هنا لمدينة الأسكندرية وأقام معسكره بالأمس كان التدريب استمر لنحو خمسين دقيقة أيضا كابتن حاول أن يزرع السكة في لعبي غزل المحلة وأكد على أن السكة تكبيرة في اللاعبين طلب اللاعبين بإنهم يلعبوا براحتهم بدون أي ضغوط كابتن مصطفى عبدو أيضا طلب يعني هو من أحضر جماهير النهاردة حواري أربعين مشجع على النفاقتور خاصة من أجل مؤذرة فريق غزل المحلة وأيضا أكد على السكة لللاعبين في المحاضرة التي ألقاها منذ لحظات هنا في غرفة اللاعبين غيابات فريق غزل المحلة غيابات عديدة ومهمة منها إبراهيم وكلها للإصابات سواء إبراهيم كونيه يشام عادل خالد الإخميني هان عادل مليكة توريه محمود رضا وللإقاف معاز الحنوي فريق غزل المحلة سيرتضي طاقمه أو الزير اسم الزير أرجنتيني لبني أسود أسود يدي المباراة اليوم الحكم محمود باسيوني وبالمصادفة أن محمود باسيوني هو من أدار المباراة الأولى أول مباراة في الدوري هذا الموسم بين نادي المصر ونادي غزل المحلة والمصادفة أنه هالكود مباراة اليوم عايز أقول لك أيضا يعني الملعب لابد أن أشيد بهيئة استاد الجيش هنا جو أقصى من رأي الملعب بقى بشكل كبير ملعب يتلعب عليه مباراة كبيرة في الدولة الممتاز هنا من استاد الجيش ببرج العرب ونقلت لك زميل محمد غانم كل الأجواء هنا في استاد الجيش وبإذن أننا مشاهدة مباراة طيبة تجمع مبينة فريقاي نادي المصري ونادي غزل المحلة من استاد الجيش والعودة مرة أخرى لاستاد مصر برمش